ماذا قد ألا براء الله تجام عماما يرجو الترامى ليباني الاسلام بسبيل الله نعم اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وانصر إخواننا المجاهدين في العراق وفي الأفغان وفي الصومان اللهم انصرهم بنصرك اللهم انصرهم في كل مكان اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتعييدك وأيدهم بتعييدك وارفع بهم رايتك وانصر بهم دعوة لبيك وحذر بهم قل سكل كريم يا رب العالمين اللهم يا حي يا خيوم اللهم اجعلهم اللهم اجعلهم ممن قلت في كتابك الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعونهم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسكهم سوء اللهم اجدهم إيمانا وتقى اللهم اجدهم إيمانا وتقى اللهم ارفع درجاتهم اللهم اغفر ذنوبهم اللهم اشرح تدورهم اللهم قوي إيمانهم اللهم اجمع كلمتهم اللهم وحف صفهم وتمجد رأيهم ورميهم وصور سهامهم اللهم امدهم بمدد من عندك اللهم انذر عليهم ملائكتك اللهم انذر عليهم ملائكتك الكرام اللهم غشهم النعاس أمنة منك اللهم ثبت قلوبهم اللهم طهر جوارحهم اللهم كن أسمعهم التي يسمعون بها وعيديهم التي يضطشون بها اللهم كن أسمعهم التي يسمعون بها وعيديهم التي يضطشون بها وأعينهم التي يغفرون بها إلى هنا من للمستشهدين في قبورهم إلى هنا من للمجاهدين الصالحين في ثغورهم إلى هنا من للمأسورين الصالحين في سجونهم إلى هنا من للأيتام في بيوتهم إلى هنا لا راحمة لا راحمة ولا منقذ لهم إلا أن إلى هنا لا راحمة لهم سواك فيسترحمون ولا منقذ لهم سواك فيستنقنون أنت رب المستبعفين أنت رب المستبعفين أنت رب العالمين إلى هالحق إلى هالحق كما نصرت نبيك في بجر واحد وكما نصرت نبيك وأصحابه يوم الأحزاء اللهم أنصر إخوانا المجاهدين في فلسطين وفي العراق وفي الأفغار اللهم أنقذهم اللهم خلصهم اللهم أنقذهم وخلصهم من الصليبين الحاقدين ومن اليهود الخائنين ومن المنافقين المندسين اللهم عليك بأعدائهم فإنهم لا يعجزونك اللهم عليك بهم اللهم عليك بهم اللهم اشف خدورنا بهم اللهم يا حي يا خيوم اللهم سلط عليهم ريح عاد وصيحة ثمود وطوفان نوح اللهم يا حي يا خيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم أضعف قوتهم اللهم أضعف قوتهم وأوهن عزيمتهم وفرق جمعهم وشست شام لهم ومدر عليهم دائرة السعوة واجعل تذبيرهم تذبيرهم واجعل قوتهم عليهم اللهم سلط عليهم ما نزل من سمائك وما خرج من أرضك اللهم يتموا أطفال المسلمين فيتم أطفالهم وقتلوا رجال المسلمين فاقتلوا رجالهم اللهم عفوك أسرع إخواننا المأسورين اللهم فرج همهم واشف كربهم واشرح حذورهم ويسر أمورهم وذبتهم على قولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللهم يا حي يا قيوم يا جبار السماوات والأرض ترى الظالمين وما يفنعون وتعلم على نيتهم وما يكلون اللهم عليك بالساخرين بنبينا محمد اللهم عليك بهم اللهم شل أيديهم وما كتبت وأخرس ألسنتهم وما نطقت وأعم أغفارهم وما نظرت اللهم قلت وقولك الحق إنا كفيناك المستهزئين اللهم اكفناهم بما شئ اللهم اكفناهم بما شئ اللهم عليك بهم في كل مكان بقوتك وقدرتك يا قدير حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الرب من العباد حسبنا الخالق من المخلوق حسبنا الرازق من المرزوق حسبنا الذي هو حسبنا حسبنا الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله مرمى اللهم أصبح ونات أمورنا ونات أمور المسلمين اللهم اجعلهم نسرة للدين اللهم اجعلهم سلما لأوليائك حربا على أعدائك اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين اللحياء بالهم والمهيسين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قضرة أعين واجعلنا للمستقين إماما واجعلنا ممن يجزون الغرفة بما صبروا وينفرنا فيها تحييتا وسلاما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رحال ربك رب العزة عما يقفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين